تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال ريال مدريد بيخطف الفوز على سلتافيغ وريال مدريد بعزز صدارته وبيدخل لقاء تشلسي وهو مرتاح أكثر وأكثر في مسألة حسابات لقب الدوري في لقاء اليوم كان أمام ريال مدريد أربع تحديات أو أربع مهام لازم يحققها خلال المواجهة استعادة الثقة بعد سقوط الكلاسيكو الكبير والمؤلم اللي حصل تحديدا لأنه بيجي قبل مواجهة تشلسي الأوروبية تحدي صعب بعدم وجود المدرب كارلو أنشلوتي في الفترة الماضية بسبب إصابته بالكورونا وعدم وجوده اليوم أيضا الهدف الثالث أنه فعليا لازم الفريق ينهي الجدل على أي شيء له علاقة بالمنافسة على اللقب بعد سقوطه الماضي أمام برشلونا صار فيه كلام أنه ليش ما يصير فيهم زي ما صار في برشلونا لويس إنريكي مع أول موسم لزيدان وأيضا هناك تحدي معروف جدا وهو تحدي أول مباراة بعد الجولة الدولية وأيضا تحدي آخر مباراة قبل مباراة الأبطال من طرف هو تحدي بدني وفي إرهاق للعبين اللي كانوا مسافرين وبلعبوا برة ومن طرف آخر تحدي ذهني للعبين اللي حابين ما يعطوا أفضل ما يمكن اليوم ويفوزوا طبعا لكن لأنهم حابين يلعبوا أكثر في دور أبطال أوروبا عشان هذه التحديات الأربعة كان لا نقاش ولا مفاجآت أبدا بأنه كارلو أنشلوتي يبدأ بالتشكيل الأساسية معادة فاسكيس بدل كاربخال فتفهم أنه البعض بيقولك لازم اليوم دور لازم اليوم لعب دائما لأنه أنشلوتي عودنا لأنه ما بيداور فصار انتقاده طبيعي على هذه النقطة بس بالظروف الموجودة اليوم فالمنطق يلجأ للفريق المتجانس الفريق اللي متعود على بعضه عشان يحاول يخلص المهمة ومع موجود التشكيل الأساسي لريال مدريد ومعرفتنا بطريقة تفكير أنشلوتي هذا الموسم بعد أكثر من 40 مباراة تقريبا صار واضح أنه الفريق حيلعب بالاستراتيجية الآتية الفريق عنده مباراة دور أبطال إذن ما حنشوف تضحيات بدنية ما حنشوف سرعة ما حنشوف حدة لعب بنفس الوقت الفريق رح يحاول يستقبل لعب وهو أثناء استقباله يبحث عن هفوة من الخصن يضربه فيها وفعليا أول ربع ساعة طلعت كأنها نسخة من كثير مباريات شفناها سلتفيقو أجت له فرستين واضحين واحدة كورتواطا لحب شكل ممتاز وإياقو أسباس ضيع الثانية وبالمقابل كان ريال مدريد يستنى غلطة هون أو غلطة هون فهدد عن طريق جونيور عن طريق بنزيمة ثم كانت تهديد الثالث الحاسم بالحصول على ركل الجزاء والحصول على هدف الأول بالمجمل الشوط الأول كله ماشى بنفس هذه الطريقة سلتفيقو يحاول ريال بيستنى لما يمسك الكورة ريال مدريد بياخذ الرتم لأقل ما يمكن أبطأ ما يمكن ثم بيستنى غلطة أو استعجال من لعبة سلتفيقو لكن لعبة سلتفيقو كان عندهم خبرة واضحة وعي في هذه الاستراتيجية فالريال ما قدر يخلق كثير فرص رغم أنه أصبح هو المتقدم رغم أنه خصمه أصبح مضطر يستعجل لو لا كورتوى في هذا الشوط الأول لما نجحت حتى هذه الفكرة لأنه أثناء الرغبة بالحفاظ على اللياقة وعدم الاستنزاف البدني كان الريال ضعيف جدا في التدخلات لما تكونوا الكورة مش معه كان الضغط عنده بطيء شوي وبالتالي لعبة سلتفيقو وجدوا الفرصة يظهروا قدراتهم يتجرقو وحتى لعبة الوسط دينس واريس كان لمن عم بيقدروا يلقوه على مشارف الثلث الأخير فتمريرة واحدة تتحول الأمور لخطورة فلولا كورتوى خسرت هذه الاستراتيجية ولو سجل سلتا التعادل لقلنا 100% تعادل مستحق جدا لكن كان فيه شغلتين واضحات جدا خلال هذا الشوط الأول أنه شفنا زيه كثير هذا الموسم مع ريال مدري الثاني أنه لو اتكرر أداء الشوط الأول بالشوط الثاني سلتفيقو مش هيخلي الريال مدريدي يفوز لأنه كان قادر يحط الكورات في مناطق خطيرة ولأنه كان يهدد ولأنه بنفس الوقت ريال مدريد ما كان لما يستحوذ فعلا يرجع لعابة سلتفيقو ويحشرهم في منطقتهم لوقت طويل للغاية كان عنده نوع من البطء كان عنده نوع من عدم الإيجابية في اللعب وهذا كان يساعد لعابة سلتفيقو وظلهم مرتحين عارفين أنهم بالنهاية رح يستردوا الكرة ويطلعوا ويوصلوا بسهولة إلى مناطق ريال مدريد فالتغيير والتحسل في الشوط الثاني كان أساسي للانتصار من عدمه هذا الكلام اللي حكيته المستحيل تكرر نفس الأداء في الشوط الأول وتفوز بعرفوا أي واحد بيحضر كرة قدم يعني أنا مش مخترعي الذرة فيه كان واضح لكن فيه أشخاص ما عرفوا الفريق الفني لريال مدريد فدخلوا الشوط الثاني في نفس المقاربة تقريبا بل ظهرت مشاكل بشكل أسوأ في بداية الشوط الثاني في خط الدفاع كل لعب عم بتحرك لوحده بشكل غريب جدا فيه شي غلط من الشوط الأول مبين ألابه مليتاو مش عم بنسقه تحركاتهم كويس مش عم بنسق مليتاو مع الظهير ولا ألابه مع الظهير اللي عنده فيه شي غلط فيه شي غلط حتى مع مرشلونة كان واضح هذا القطأ أسماس كان مدرك هذه النقطة وكان يلعب إما عشان يستفيد أو عشان يشتتهم بتحركاتهم وفوق ذلك الجهة اليمنى واليسرة صار فيها مواقف واضحة كثير واحد لواحد لأنه الدعم اللي بيوصرها متأخر سواء من جونيور أو كروس على اليسار أو من مودريج وأسينسيو على اليمين وكانت أوضح كثير على الجهة اليمنى اللي أصبحت جهة شبه كارثية بالنسبة لريال مدريد وبالتالي كان طبيعي جدا سلتفيقو يسجل التعادل لكن الجيد هون أنه أنشلوتي أخذ ردة فعل سريعة تبديلات مباشرة رودريجو كاربخال عشان الجهة اليمنى كانت فعلا عم بتكون خسارة ريال مدريد لو ما دخل دقيقتين بس رودريجو دخل حصل على كل جزاء ضاعت طبعا لكن بعد دقيقتين الناس تسأل أنه شو اللي بيخلي أسينسيو يلعب بدل رودريجو أو بالأحرى شو اللي بيخلي أسينسيو يلعب مباراة ببرا أرضه ضد خصم عنده أسلحة هجومية وحدة هجومية لأنه ما بدافع وحدته خفيفة جدا لما يرجع وحركيته محدودة وبيسجل هالشوتين في كل موسم مدون ذلك مش هو رجل هذه المباريات أولا ثانيا كمستوى وعطاء هو أقل من رودريجو فبالتالي لازم المنطق السريع خارج ملعبك مباراة ضد خصم عنده شوية أسلحة عطور رودريجو مش أسينسيو ضاعة الثانية كان فيه دقائق هون فعلا لازم تخافوا على ريال مدريد ذهنيا ينهار أداء سيء ركل الجزاء بضيع بيكون ممكن ينهار لكن أربع دقائق بعد ذلك مندي بيحصل على ركل الجزاء الثلاث ركلات جزاء بنفسي الأسلوب تماما لاعب واحد لواحد داخل السندوق بيجي رجلو برجلو بيوقع وبيحصل على ركل الجزاء الإعادات فيه فبار موجود بتأكد أنه فيه فولات وهون خلينا أوضح الشغلة أنت لو فست معك جايب عشر ركلات جزاء جايبتك عشر ركلات جزاء ومسجلها لو فست هذا ما بيعني أبدا أنك فست بمساعدة التحكيم أو فست بغش بل بتصير تحكي هذا الكلام إذا كانت ركلات جزاء صحيحة ولا لا مش مهم العدد زي اللي ما تلعب ضد فريقه وينطمدوا ثلاث لاعبين عنيفين يعني شو يعني ضربوني بانطردوا فنفس هذا المنطق اليوم ركلات جزاء أعتقد كلها كانت واضحة فيها احتكاك فيها مكر من لعبة ريال مدريد نعم لكن مكر كروي أنت كمدافع سيلتافيغو كان عندهم خطأ كبير جدا بكثير مواقف عم بروحوا واحد لواحد في منطقة جزاء عم بستعجلوا بالافتكاك بشكل غير مفهوم لكن لو بدي أكون عادل وأكون حقاني بالكلام أيضا ريال مدريد ما خلق تلك كمية الفرص الكافية للفوز اليوم لكنه فاز بفضل ركلات الجزاء يعني كان محظوظ بهذه الناحية ركلة الجزاء الثالثة وتحويلها لهدف كسرت معنويات لعبي سيلتافيغو اللي بنش يستنزفه بدنيا واللي أيضا بعد نزول فالفيردي صار الوسط أكثر حركية لريال مدريد وريال مدريد ما عمل غلطة الشوط الأول ما رجع تماما ظلوا محافظ على إيجابيته ما بين تراجع ذهني ثم بدني في سيلتافيغو بالإضافة لتحسن في استراتيجية ريال مدريد أصبح اللقاء سهل بعد الهدف الثاني رغم أنه نتيجة ما توسعت كثير في النهاية حقق ريال مدريد المطلوب حقق الثلاث نقاط صحيح ممكن تقول مباراة اليوم والله لأنه في دوري أبطال مباراة دولية أيضا قبل ذلك فعشان هيك طبيعي تقبل أي أداء يعني قبلنا اليوم من اللي بربول شفنا شو صار مع تشيلتسي يعني شفناها بأندي ثانية عم بصير معها لكن المشكلة في ريال مدريد وحتى نكون صارحين وصادقين مع بعض إنه 22 كله تقريبا ما شفنا شيء مميز في ريال مدريد هيك تقول هذا فريقي يعيني عليك يا أنشلوتي إلا تقريبا الشوت تاع بريسان جيرمان للإياب مدون ذلك عام 22 في عام تراجع في عام لعب عن نتيجة بشكل مستفز بعض الأحيان نصل هون لنهاية هذه الحلقة وكنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام وضروا جدا نتابعوني على قناة سيفس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله